أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا أشتغل في مكان تقول عندي امرأة غير مسلمة طلبت مني ماء زمزم وعطيتها وبعدين أنا ما أدري هل أنا أصبت أم أخطأت وتسألني كيفية الدعاء مثلا عند شرب ماء زمزم أختي أم أحمد بارك الله فيك يجوز لغير المسلم أن يشرب من ماء زمزم ويجوز لك أن تهدي غير المسلمة تهدينها من ماء زمزم فاطمئني ما عليك شيء ولله الحمد والمن بالنسبة للدعاء طيب أنك علمتها كيف تدعي الله عز وجل عند شربها لماء زمزم ولو أنك استثمرت هذه الفرصة لدعوتها إلى الإسلام مثلا طيب فهذه فرصة لك مواتية أنك تقولين لها يعني هذا الماء جاء ذكره عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدخلين عليها وترغبينها في الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة واحدة خير لك من حمر النعم ففرصة لك يا أخت الفاضلة يعني اهديها ماء زمزم مرة ثانية أو ثالثة وعلميها الدعاء وقل إلى هذا الدعاء لابد أن يكون هناك توحيد وإيمان وابتعاد عن الشرك بالله عز وجل لعل الله عز وجل يهديها على يديك ترجمة نانسي قنقر